صباح الخير تلامدتي الأعزاء درسنا اليوم درس جديد في مادة اللغة العربية المكون الإملاء الدرس الثالث في الوحدة الخامسة إذا لاحظوا معي سأقرأ نص استمعت إلى أبي بانتباه عندما حدتني عن منتجع عين أسردون فقلت له ما أروعه من منتجع قال هل تحب زيارته إذا لاحظوا معي الجملة استمعت إلى أبي بانتباه هناك فاصلة كتبت بالأحمر هذه الكتلة كتبت تسمى الفاصلة لماذا سميناها الفاصلة لأنها تفصل الجملة الأولى عن الجملة الثانية وهذه الفاصلة تكون دائما في وسط الكلام تكون في وسط الكلام بعدها سنتابع الكلام عندما حدتني عن منتجع عين أسردون هنا وقفت هنا الكلام انتهى إذن النقطة تأتي دائما في آخر الكلام عندما ينتهي الكلام فقلت له ما أروعه من منتجع إذن هنا تعجب والانبهار إذن تعجبت وانبهرت فوضعت علامة التعجب هذه تسمى علامة التعجب قال هل تحب زيارته إذن هنا سألت وطرحت السؤال إذن أضع علامة الاستفهام إذن من علامة هذه العلامات التي ذكرت كلها تسمى علامات الترقيم علامات الترقيم وهي الفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب للمزيد من الاستفادة هذه النقطتين تسمى نقطة الاستفصار نقطة الاستفصار عندما أضع نقطتين أريد أن أفسر شيئا أو أشرح شيئا إذن ألاحظ هذه العلامات شكلها إذن الفاصلة شكلها الفاصلة تسمى الفاصلة هذه النقطة هذه علامة التعجب هذه علامة الاستفهام إذن الفاصلة بين الجمل تفصل بين الجمل النقطة تأتي في آخر الكلام علامة التعجب آخر جملة التعجب يعني أتعجب أنباهر علامة الاستفهام تأتينا في آخر السؤال إذن هذا هو درس اليوم علامات الترقيم أطلب منكم إنجاز سمرين أطبق صفحة صفحة مئة مئة وسبعة وسبعون مئة وسبعة وسبعون وشكرا لكم على التتبع